بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد. طلب الغاليين اهلا بكم. زي ما عدتكو هنعمل اكتر من فيديو على البنكتشواشن والحاجات دي. كل كتاب هنوصل للملف اللي هو منزله عن البنكتشواشن والرايتنج هنحله مع بعض. النهاردة الفيديو ده هيكون اقصر فيديو على البنكتشواشن. هيكون قصير فعلا بمعنى الكلمة يعني. هحل معاكم الكتاب المعاصر فيه ستين جملة. هحل معاكم في فيديو ده تلات تين جملة بس. عشان اتفهمك احنا بنحل ازاي سؤال الترقيم والبنكتشواشن ده في الاختياري. ده شيء طبعا غريب وشاز. فاحنا نحل مع بعض عشان نفهم لدينا بتبقى ازاي. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول لي بانكتشواشن. بانكتشواشن دي بداية اللي هو الترقيم. ايه هو عبارة عن نظام. وعادة بتحفز كده الكلمة دي معايا كده. هو نظام من الرموز. يبقى الترقيم ده عبارة عن سيستم اوف سيمبل. نظام من الرمو that we use in language. بنستخدمه فقناه لغة. لو انت افكر الفيديو اللي فات اول كلماتين قلتهم لك قلتهم لك احنا قلتلك بنستخدمه اللغة المكتوبة. مش اللي متحدث بها. لان اقل انت بتشوف الكلام مكتوب ما بتشوفوش في الكلام. طيب الرموزة اللي بنستخدمها في الترقيم دي بنسميها ايه? اكيد اسمها بنكتشواشن ماركس. الياه ركم دي. يبقى الرموزة اللي بنستخدمها عشان نعمل الترقيم اسمها بنكتشواشن ماركس. طيب ركم تلاتة. اه رقم ايه دي فعلا الكومة من البنكتويشن مارك. طب دي جي نهات يعمل حاج دي عملة. دي القوافي. زائد وناقص دي علامات زائد وناقص دي في الرياضة. اه 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 اد سكول انكلودنج زتيت شرقان نقط ارهادي. وص تركز معي كده انت بقول لي كل واحد في الفصل بما فيهم المدرس والطلاب كانوس وعداء. انت لو خدت بالك ان فيه هنا كده العلامة دي الكومة دي معناها اللي في النص دي جملة اعتراضية. الجملة اعتراضية بتبدأ بكومة ولازم تنتهي برضو هنا كده بنفس القصة كومة. فبالتالي احنا عايزين هنا برضو وبعدين كومة. يبقى رقم كام اللي صح رقم سي. طيب ما هي كلهم في اختيارات ايوة ما هو كلهم بس هنا محتاجين كومة بعدها فمش موجودة. دي جايب لي بعدها العلامة دي. اسمها يا شاطر اكيد انت فاكر. دي اسمها سيمي كولن. طيب الاخيرة خلص دي اسمها اللي هي النقطتين فوق بعضهم دول. طيب اختار الجملة اللي الترقين فيها صحيح. تعالي نمسك ونعرف كل واحدة من دول معناها ايه وايه المشكلة فيها. بقول لك انا قابلت امرأة مصرية زكية. الصفات دي المين? المرأة المصرية الزكية. الصفات كلها لنفس الشخص. يعني كده ما احنا مش محتاجين كومة. مش محتاجين فواصل يبقى رقم ايه اللي صح? طب رقم هي غلط لانه قال لك كما كما. لما يكون بتعمل اكتر من صفة لنفس الاسم ما تعملش كما. فدي فيها كما فبالتالي غلط. دي كمان فيها كما فبالتالي غلط. ودي كمان فيها كما فبالتالي غلط. اللي فيهم كما لازم تعمل حسابك انهم غلط. بعد كده في رقم ستة بقول لك انه امر لا يصدق. هذا لا يصدق. انت كده بتعمل ايه? بتديني تعجب. اللي هي دي. عايزة اتخذ بالك ان احنا بنستخدم النقطة دي. النقطة دي اسمها واسمها واسمها تبدي اسمها طيب رقم سبعة. اه كوتيشن مارك سوري. الكوتيشن ده بنحطه فين? الكوتيشن ده بنعمل كده علامة كده. وبعد نفتب الكلام وبعد نعمل العلمة كده. يعني نحطه بقبل وبعد الكلمات. تعال نشوف بين الكلام وبعده. لا طبعا مش بين الكلام. طب قبل الكلام بنحطه فعلا. بس مش قبل بس. بفور وافتر. يبقى كده الاجابة ايه? الاجابة ايه? انت سيل اتنين صح. لانك بنحط دي قبل وبعد. يعني انا لم تتلقى الاختباس. عشان تفصل شورت كلوز. بص. بيقولت مين اللي بيستخدامه عشان يفصله? الاجزاء الصغيرة اللي في الجملة نفسها. كتبا لك هي في اين؟ جملة. يعني هي نفس الجملة يبقى مفيش دوتات. طيب ايه لي بيفصل الكلام عن بعض وانده مش عادم ايه كده? قامة وبعدين كلام تاني وبعدين قامة وبعدين كلام فقامة. فلي بيفصل الكلام عن بعض في نفس الجملة هو القامة. قبل بيفصل الجملة تاني عن بعض او الدوت او البر في ENT التوقب ايه الواصف اللي بيمشع اللي بينفع مع دي تعريفها ايه زي ما اتفقنا. لو انت ما سمعتش فيديو الشرح بتاع ارجع له. اول واحدة هي عبارة عن او ملعبش بالالفواز. هي 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 او فعلا هي بيكون في نهاية الجملة. بتؤدي الى لأ. ليه بقى? انت كتبتلي جملة حلو? حطتلي نقطة. خلصت على كده وبطلت كلام زي الفول كمل زي الفول فلدق نقطة. ما لهاش علاقة بالجملة اللي بعدها. اللي بعدها. فحطة دي غلط. طب التاني ادوت. نقطة في نهاية الجملة. بتقول لك ان الجملة كده اكتملت. ايب رقم بي دي صح. لاني بقول لك اشارة على ان اكتملت الجملة. طب رقم سي. اكروف ان اسنتنس. بقول لك كده في الجملة بيقول لك الجملة تنتهي امتى? ما روش علاقة بالنقطة. نقطة في جملة. لا حضرتك. هي النقطة في نهاية الجملة عشان تقول لي ان الجملة خلصت. فرقم دي تعريف قاصر. فكر اللي هو عامل زي عامل زي كده. بس متعلق فوق كده. لما يكون في حزف. لما تقول لي مسلا وتعمل لي كده. طبعا مش عارف هستخدم القلم اصني يا شاري قلم جديد يا شباب كده. فالدنيا بايزة يعني. دي اسمها ايه بقى? دي اسمها ابوستروفي. احنا استخدمناها هنا ليه? بدل ما حضرتك تقول لي حزفت وحضرت لي مكانها البتاع ده. فدي اسمها ابوستروفي. يعني الاقام ايه دي فعلا تنفع صح? اوعى تختار وتجري. لازم تقرأ الاربع اختيارات عشان ممكن يقول لك ايه وبي و سي ودي وكله بينفعوا. تلك الجملة التانية. لما جملة تربط جملة. لأ جمل مع جمل دي ما لاش يلقب الابوستروفي. الابوستروفي دي حاجة على قد الكلمات بس. لعشان تبين الملكية. اوه صح. انت فاكر لما كنا بنقول في الجملة بنقول عمرز. عمرز بن. لما بنقول عمرز بن. عمرز بن ده قلم مين عمر? فده كده الابوستروفي بتاع الملكية يبقى رقم سي فعلا صح يبقى انت كده اختار قبل مامشي عايزك تحفظ. الابوستروفي اللي هو اللي بتعلق فول كلمة من فوق دي باستخدمها من استخدامتها علشان لما يكون في حزف وباستخدمها علشان اقول لك ان دي ملكية. طيب الحاجة اللي بعد كده رقم احنا قلنا هنحل نصر الكلمات دي نهار التلاتين فا اصبر علي كده لما نصر التلاتين. حضو عشر بق. يعني وظيفة الكولون اللي هو مين يا مستر? اللي هو نقطة فوق نقطة. اللي هما دول كده? ايه وظيفتها بقى يا فندم? تعال نشوف. عشان تبين لك سلسلة من من الخيارات? اه صح. فاكر دي امتى? لما كنت بتقولي اي بوت. فاكر الجملة دي اي بوت. ذا. وتروح عاملين نقطتين كده وتقولي اه وبعدين كما اه كات وبعدين كما اه اه وتكمل لحد في الاخر تقولي ان. يبقى انت حضط لحضط لنقطتين فوق بعضهم دول ليه? عشان عشان اقول لك على سلسلة من يبقى رقم ايه صح? عشان تشيل المية من الطعام المهضوم مالنا يا عم ومالح وردة? طب ده غلط. لما تحس ان الكما مملة فتستخدمها انا غير بنستزرف. عشان تقولي ان الجملة جديدة بدأت? لأ مش هي دي. امي ملة ونستخدمها عشان نقولي الجملة جديدة بدأت. واخر الجملة نقطة. نقطة كده. وبعدين تبدأ لجملة اللي بعدها بحرف فنفهم ان الجملة خلصت. وبعدين انت بدأت جملة جديدة. طيب بعد كده رقم اتناشر. من في دول مش علامة ترقيم? او اللي هما النقطة. اه دول ترقيم. هاشتاج لحضرتك الهاشتاج اللي انت بتعمله في في الشات اللي هو ده ماليش حلقة بالبنكتويشن. الكمة? اه الكمة دي موجودة. ليه بتكون كده? طيب لا كده اعمل واي عم? كده. اللي هو نقطين فوق بعضهم. اه موجود معانا. يبقى الهاشتاج هو اللي مش من اللي هو الترقيم. من اللي بيستخدمه عشان عبر عن شعور قوي? فاكر انت يعني ايه شعور قوي? فاكر لما كنا بنقول واو يا حلاوة. وتروح عامل العلامة دي. تقول له اي لوف يو. تقول له كده اي لوف يو. وتروح عامله العلامة دي. العلامة دي اسمها اي بقى؟ اسمها يبقى اللي بنستخدمه عشان نعبر عن الشعور. اللي هما العلامة اللي كده? والعلامة اللي كده? خد بالك من هم. احنا بنحط الكلام في النص. يعني هي بتيجي قبل وبعد الكلام. طب علامة الاستفهام. طبقه او النقطة. البريد يعني النقطة اللي هي الدوت في الستوب بيحطهم في اخر الجمل. خد بالك انت ادراعك مكسور. ده اسمه ايه? تحزير. مع عبارات التحزير واللي فهم مشاعر دي بناخد علامة. طيب احنا كده وصلنا اربعتاشر. خمستاشر بقى. زي من اللي موجود في المنتصف في الشرق الاوسط. دي غلط. ليه مستر? عشان احنا متفقين لما يكون عندنا بحار. محيطات. مع الناس دي لازم لازم كابيتل. لازم اعملهم كابيتل. حلو? طيب. وبالتالي الاولانية غلط لان الار كابيتل ار سمول وسمول. طب دي ما هي كابيتل هي. بس الاس سمول فدي كده غلط. لازم تبقى كابيتل. طب ما هي برضي عملت لك الاتنين كابيتل فالاجابة كده رقم دي اللي صح. اقف يالا. يبقى دي اسمه ايه بقى? تعال نشوف. طبعا دي جملة خبري. عادي جدا ما فاش حاجة. احنا قلنا الامر والطلب. ركز. احنا ناخد دي في حالة السؤال بس. في حالة السؤال. طب النقطة بنحطها في اخر الجملة. اخر الجملة بنحطها في اخر اه جملة الطلب. وفي اخر جملة الخبرية. وفي اخر الجملة الامري. يبقى دي جملة امرية يبقى نحط نقطة في الآخر. تابaled نختار الجملة اللي فعل الترقيم الصحيح. اول واحدة. عمي. اللي عايش في اصيوت دكتور. اخد بالك انت المفروض فكر لو انت عايش تقول لي اختي. اللي عايش في القاهرة. اختي اللي شغالة دكتورة. فانت مفروض تقول لي ايه? تقول لي كده. وان تعمل وتكتب. اخد بالك انا عملت هنا. دي جملة اعتراضية. الجملة التراضية حطناها بين ايه دلوقتي? بين كومة وكومة تانية. ولازم يبقى في كومة في الاول وكومة في الاخر. ما تحط ليش كومة وتتشيل التانية. طيب الاولاني دي غلط لانه ما فيهاش لكومة في الاول ولا كومة في الاخر. طب التانية ادي كومة. الحمد لله نص الموجود. اللي حضرتك فيه محتاجين نص الكومة التانية. طيب انت عارف ليه? احنا لو شلنا الجملة دي اصلا كده يا شباب. الجملة اعتراضية. لو شلناها كده. لحد از الترجم. تعاني ترجم بقى عمي الذي يعيش في اصيوت دكتور. طب احز في عمي الحد هنا كده الترجم. هتلاقي المعنى ماشي معك برضو زي الفل. هتبقى عمي. يكون دكتور. الجملة حلوة برض. يبقى دي غلط. التانية ما فيهاش خالص. اللي في الاخر وده غلط. احنا عايزين في الاول. وفي الاخر. اول في نص الجملة. قبل الكلمة وبعد الكلمة. يبقى دي صح. هترجع امتى ان شاء الله? عبارة عن ايه ده يا فندم? قلات السفهام. فعل مساعد. فاعل. يبقى انا محتاج عن السفهام هنا. لان ده سؤال. ادي قلات السفهام في الاخر ايه. طيب امان لو كان قال لي مسلا. هنا نحط نقطة في الاخر. طب ما هيباد ابوين برضو. مدام انت بدأت الجملة بقلات سفهام. وبعدين فاعل. وبعدين فعل مساعد يبقى تحطي النقطة. طب لو انت بدأت الجملة بقى تسفهام زي دي كده اتسفهام. وفعل مساعد وبعدين فاعل فده سؤال. طيب او فول ستوبس او او الفول ستوبس دي بنسمهم ايه? الحتة الجميلة اللطيفة اللي انا عملت لك راهدة يا ريزي بنسمها هي ايه? لها تات اسماء. انت اسمك لك ليه اسم واحد? هي لها تات اسماء. هي بنسمها الفول ستوب وبنسمها الدوت وبنسمها تلاتة يا باشا. طيب اسمها ديتس. لا مش ديتس. ديتس دي البلحة والتواريخ. انا عايزين دوتس. طيب النهايات لأ. النقاط لأ. يا اسمها دوتة وبريد وفول ستوب. طيب ما هيش ما هيش نقطة. اه ايه في دول المفروض ما نحطش فيه واعايزك انت بتحل تركز في السؤال مكتوب نط ولا ما فيش نط ولا داية. مين اللي ما نفعش نحط لك? خرجني من هدا الصندوق هنترجم الجملة الاول ونرجع نشوف الاجابة الصح. اخرجني من هدا الصندوق. انا عايز انا هجيب عصير. اه اه عايز شوية اجاب لك. التركيم ده بص احسن حاجة بالنسبة لي. زير از نو ساتش سينج از انجلش. ما فيش حاجة في الدنيا زي الانجليزي بموت فيها جدعيان. طيب تعالي نشبها. اول خرجني لو سماح. بدي قوم نتقامل وطلب في نحط الاخرى نقطة. طيب التاني انا راح اجيب عصير عايز شوية انا بسألك يبقى ده سؤال. ازاي سؤال ومش عن سفهم. ما هو ممكن نعمل سؤال بالجملة الخبارية عادي. بص انت لما تقابل حد كده تقول له عمر لا لو سلام عليك ويو ار عمر انت ده معناها هي لو سلام عليك يا فندم هو حاجة لك وعمر كده. بالرغم انك انت بدأت بمين بيو انت بتقول يو ار عمر انت عمر مش بتهزر كده يعني. الترقيم ده اصدقاء من اعز اصدقائي جملة خبري حط نقطة. طيب ليس هناك افضل من اللغة الانجليزية في العالم. انت كده بتحط العلامة لان احنا اتفاقنا ان احنا مستخدمها عشان نعبر عن المشاعر الحب والحاجات دي والاستغراب والقصة انت عارف ايه. واحد وعشرين. ركز بقى. هي سألتني متى موعد الاجتماع. انا هعمل نفس اللي عملت قبل كده. قلت استفاهم بعدها جاب لك ده مين? ده المفعول او الفاعل. وبعدين الفعل المساعد. مدام اخرت الفعل المساعد يبقى دي جملة خبري محتاجين نقطة. يبقى انت تحطيها النقطة الاولانية دي. وما الامت ان اخد انت تفاهم يا مستر. لو كان قال لك. اه بسم الله الرحمن الرحيم الايجابة الصحة. وما لك السؤال عام تسفاهم. طب سوري. بيحط عامس ده زي ما قولك مسلا ايه? او. نو. بحط العامة عامة او ان انا عاملك مسلا جملة زي ايه? ايه? بعد كده. تلاتة وعشرين واو. واو بدي لسه حالا بنحكي فيها. واو دي يعني ايه? انت معجب. مدام انت عندك مشاعر يا عام حطي لها طول العلامة دي. ده سؤال? مش عارف. هبصت كده عشان عارف ايه سفاهم. فعلي مساعد يبقى ده سؤال مباشرة في علامة سفاهم فنحطوله عن سفاهم لان دي جملة سؤال. طيب مستر محمد لفز ان اسوان. مستر محمد عايش في اسوان. بص اخليك سبق من الاختيارات. المفروض نحط مين في الجملة دي اصلا? الجملة مقصة مين? ولكن مستر محمد ده عايش في اسوان? اخوه اخواته عايشين في اسوط. المفروض نحط في النقطة كلمة ايه? في النقطة ديت كلمة بط. حلو. المفروض تقول لي ان محمد عايش في اسوان ولكن اخواته عايشين في اسوط. الطبيعي انك تحط لي بط. مين بقى يا ترى? مين يا شاطر اللي بنستخدمها في الجملة? بدلا من الرابط. سواء كلمة يت والسوء الحاجات ديت. يعني بدل من اي رابط يعني اصلا. لو انت فاكر. انت فاكر لما كان بيقول لك جملة زي كده يا رب عرف اكتبها في الجهاز الغريب اللي انا بس كده? لو اقول لك برادر. 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 از. سمارت. حلو? وراه عمل لك كده. واقول لك بس. يعني ايه با? اخوك زكي. هو فاز. هنا كده العلامة دي بدل مين? بدل بيكوز. فلما تكون في النص جملة في جس الجملة رابط وانت شلت وحط مكانه دي. طيب. نطلع شوية بقى عشان نعرف نستعمل. اللي انت بتستخدمها مع السؤال. اسمها ايه? اكده يا عام. لا. ده اللي هي الكامة وبعدين كده بنكتب الفعل المساعد وبعدين ضمير الفاعل وبعدين كده اسمها او 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 كلمة السؤال. اللي هي مين كمت سؤال دي يا مستر? اللي هي اداة الاستفام يعني. علامة الاستفام اللي هي كده. يبقى بالتالي انت محتاج مين كده? ايه اللي نقص هنا? زا دي ويتش هابنس تو بي توز داي از هوت اند ويندي. تم ما تسيبك من اختياط تعني الحل. المفون انت كده قلتلي اليوم. ويتش از هابن تو بي توز داي از هوت اند ويندي. انت ممكن تقول لي اليوم يكون حار وعاصف. ده معنى ان في النص دقيقة مستر جملة اعتراضية. فحضرتك محتاج هنا كما. ومحتاج كمان هنا كما. يبقى انت محتاج كما. بعد داي وقبل ويتش. بعد توز داي وقبل از. تعال نشوف. لا مفيش. لانها بتبقى في اخر الجملة اصلا واخر الجملة فيها نقطة فاحنا مكتفيين. لا اللي هو كده. نكونش في المكان ده خالص. احنا محتاجين كومز فعلا. بس واحدة بعد كلمة لأ يبقى دي غلط. ليه? احنا عايزينها قبل وبعد داي. طيب واحدة بعد كلمة داي شوف انا بفلي بالراحة ازاي? ادي داي. جبنا بعدها واحدة ماشي. وان بعدها كده. يبقى رقم دي اللي صح. او هتتسرع و هتستعجل عشان حضرتك مطالب تحل بتركيز لان امتحان مختلف عن قبل كده خالص. دي لها النسبة. اللي يعني مين اللي بنساء عشان النسبة? انت ذكر كان فيه جملة حلناها مع بعض في فيديو الشرح كان بيقول لك ان البنات في مصر بيمثلوا تلاتة الى واحد من حالات الانتحار. يعني كل ما ولد تلاتة ولد ينتحروا بنت واحد انتحر. العلامة اللي فوق بعضها دي اسمها ايه بقى? اسمها كولون. طيب الكومة? لا الكومة اللي هي كده. طيب السيمي اللي هي كده. طيب الكولون اللي هي دي فعلا عشان احنا اتفق اننا عايزين حاجة زي كده. طيب الهايفن? الهايفن دي اللي هي الشارطة دي. فكرة كما بيستخدمها في مين? فكرة لما كنا بنقول سستر. سستر شارطة دية ان وعدين الشارطة وبعدين لو. سستر الشارطة دي والشارطة دي هي بقى اللي اسمها هايفن. وما ننساش اوعد لاخبطها مع السلاش. في سلاش معاك اللي هي الشارطة اللي كده. اللي كانت بمعنى حاجة من الاتنين اور. لما كنت مسلا بقول لك هي اور شي. فراعلك هي الشارطة دي شي. او اقول لك ثري كيلوميترز اورز. كيلوميترز. اورز. اللي هي تلاتة كي ام ات. مش هايف عاملها يا نعموما. المهم الشارطة الميلة ديت لما تكتب كده الشارطة وبعدين اتش. فليس معناها بير باختصار شديد لسلاش دي لها معناين اما اور او بير. ارجع لي فيديو الشارح لو انت متلخبط. طب من اللي معناها ان عمر معزوم ان هو يتغدى معانا. ياكل معانا. اول واحد دي مصيبة سودة لو عملتها. دي معناها هيا ناكل عمر. تعالي ناكل عمر ناكله. انت عايز تقول له هيا ناكل يا عمر. حلو. فانا قدام اختيارات كتير جدا. ممكن اقول لك عمر اول جملة عمر. واعمل فصلة واقول لك. يعني يا بوسط دي معناها هيا. يا عمر تعالي ناكل. انا واقول لك وبعدين فصلة الكمة وبعدين عمر. بمعنى هيا ناكله يا عمر. طب نشوف بقى. فاول واحد دي معناها تعالي ناكل الواد عمر نمسك وناكله. طب انت هنا مش هتعمل لي عشان تعمل لي يبقى دي غلط. تعالي نشوف رقم سي بقى بقول لك عمر. هيا بس تركز كده. هيا ناكله يا عمر. بس المصيبة انه عاملك علامة استفهاب انت هتسأله. ده مش سؤال. يبقى الاخيرة اللي هي اللي صح اكيد يبقى دي اللي صح والبقى كله غلط. الجملة الاخيرة بقى التلاتين. بقول لك من في الجمل دي فيها الترقيم الصحيح يا ترى. اول واحدة. عمر وعلي. اللي كانوا في يوم الايام اصحاب معدوش بتكلمه. انت ممكن تقول لي عمر وعلي. معدوش بتكلمه. يبقى الحتة بتاعت اللي كانوا في يوم الايام اصحاب دي ما لازم حشو فهنشيلها. اول واحدة غلط. ليه? انه عاملك الكومة بعد عمر. انت تقول لي عمر علي وبعد الكومة هنا كده. والكومة التانية هنا كده. طيب بتاع نشوف مين اللي فيها الكومة بعد علي وقبل نوم. عمر علي سيبها في بعضها كده لما تنفعش. طيب عمر علي الكومة الاولانية. عمر وعلي اللي كانوا في يوم الايام اصدقاء. يبقى رقم سي صح. انا عايزك تعرف حاجة. ان الترقيم ده بيديك احاء بالمعنى المطلوب. يعني انا بقول لك عمر وعلي اللي كانوا في يوم الايام اصدقاء لم يعدوا اصدقاء حتى الان. لم يعدوا يتحدثوا. فالحطة اللي انا هديت فيها دي الافاة انتونيشن دي هنا مطلوب انك ممكن تحزفها. طيب حل كمان واحد تطيبين. خط بالك انت عملت دلوقتي بتقدم لي اكتر من حاجة. انت بتقول لي انا قدمت له. يختار. يا ترى ياكل بنانا موز ولا خوخ ولا عنب ولا تفاح. فانا محتاج في النقطة الاولانية دي. اعمل هنا كما. ومحتاج هنا كمان كما. فانت محتاج مين يا ترى? الكماس دي. كمان اتنوات تطيبين بالمرة بقى. احنا جاين هنا. احنا بنستخدمها بعد الكلمة اللي بنستخدمها عشان نخاطب شخصا. لما تخاطب شخص بتستخدم مين? يعني بتنديله. بتقول له عمر يا عمر. دور. والاخر نقطة. انت استخدمتي هنا كده عشان تخاطب شخصا. خب بالك او يبقى انت تستخدم القومة. الموضوع ده مش صعب على فكرة يا جماعة الترقيم ده. حاجة من الطف ما يكون وسهل وخفيفة ولزيزة. كده خلصنا يا شباب اتنين وتلاتين جملة. اتنين وتلاتين جملة دول هما الفيديو الاولاني في الترقيم. انا تعمدت ان انا مكترش جمل في فيديو ده بحيس ان افتح قدامك الطريق واقول لك احنا بنحل ازاي الاسئلة اللي ازاي دي. شوف انا اعمل لك ايه في الصفحة? انا اعملها يا جماعة بصوا زريبة. وانت نظر انت بتحل تعمل كده. شخبط مفنن ولعب كده عشان تثبت المعلومات في دماغك. الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هيكون في باقي الاسئلة دية والفيديو التاني هيكون بعد مباشرة انتظروا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.